بسم الله السلام عليكم و شراءكم ان شاء الله تكونوا كاملا بخير في احسن الحال اليوم جبت لكم المقروض و كما نعرفو الجزائرين لا نجوزوش للعيد بلا مقروض شوفوا هنا واش عنا المقروض تعنا بالنسبة المبتدئات نجيبو حاجة هنا كبيرة و نجيبو الكيلات تعنا نعبرو فيها عنا ربع كيلات تع سميد المتوسط ولا ما عندش سميد متوسط نوما حط الخشين و شنو سميد الخشين يجي المقروض تع وحرش و سميد المتوسط يجي المقروض تع ورطب مغرفة تبير ملح و مغرفة بيكربونات بيكربونات و لا يدري الخميرة مغرفة ملح و مغرفة هذه تبير و مغرفة كبيرة تسكر و مغرفة تاليزي بيس و مغرفة تقرفها نضيف الزبدة ناقص 4 مخلط زبدة وزيت نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة قوم بتجد газيخ نضيف الزبدة نضيف الزبدة الق Brittany كما نضع حشوة يتمر حشوة هنا هناك طمر نضع شكل بطا ثم نضع مغرفة صغيرة وزوج المغرفة زيادة زبدة ثم نضع مزحر ثم نضع طمر وتفوره ثم يتفوره تقيم التمر سميد التعنى هذا هو السرطة المقرض يجيك شباب لازم العجين التعك تكون طرية إلا كانت العجين التعك يبس المقرض يجي يبس كانت طرية يجي المقرض طري ولا وما نعجلوش عجين التعنى خبص بحتينا برك ولا مش يتقولي كان كثر الزبدة يجي المقرض شباب لا لا كنت اخذ من العجينة مليح نحلو العجين التعنى على هكذا بابي كويس و لصاشي وش كين عندك نفتحها لحسب السنوة نقص على السنوة نقسم العجين التعنى على هكذا لا نرفضها كاملة لا نرفضها كاملة لا نرفضها كاملة نقسمها على اثنين و نرفضها و نضعها في السنوة و كي تفتت لك ولا تقسم لك نعمل نقسمها نعمل نقسمها نسقط نحن نقسم لك نعمل نعمل نقسم لها ثانية كيف كيف سمحوا يطولت عليكم في الفيديو لا خطرش هكذا حبيت ان نوري المبتدئات هكذا خطوة بخطوة باش يفهموا هكذا يشوفوا بعينيهم خيمة كانت حضران لهم شوفوا بعدما سجمنا كامل هذاك السطح هكذا تمرنا قسموا اثنين ونرفضوا بشكل كامل و بالنسبة لعائلاتها لا تحب الغرس ارتلت على كوكا وحمصه و بعده طحنة ، نضيف بودرة و بعدها نضيف ربع مغرفة سكر و زوج مغرفة زبدة و نضيف شئة مازهر حتى اللي نحجل معك و اضيفه بالنسبة لعائلاتها لا يحبوا الغرس نضيف الغرس نضيف الثمر 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 لك ما تخلقش سجميها نورمال هلا تنخبز نورمال هلا هكذا نخبزوها البلاس اللي نلقاوها ناقص لها ناقصة وما فيهاش نزيدو لها هلا هكذا البلاس اللي ما نلقاوه ما فيهاش نزيدو لها هلا هكذا خصوصي للمرة ما هو هاكذا المقرض هذا موش اي عيك ونشد للطور ليهاش يتكمله كما يقول يكب عليهم شطائعين يكون لها نملك ثم ما فيه التعب ما يشد الوقت ما في الفور كاذالفور يمكن ان اضطرهم من وهي حملة ما نظرهم حملة نطعوه فور ان نسخن الفور ان نقصوه نقصوه نحطوه فيه المقرض وعندوه يطبق على حاله أمود أمود أن نكتشت عن المصدر ثم نتخذ معهم أمود dean المصدر أمود المصدر لان كلنا لا ننطعهم لنطعهم في المصدر مثل الشرق ينطع معادة أخوش نصعام التنقش نضع نقشه في الفارينة ونبدأ من نص الحبه ونبدأ من نص الحبه كامل نضع نص الحبه نضع نقشه في الفارينة ونضع نقشه في الفارينة الفار عابدنا الجنس البافية نضع نقشه في الفارينة خطرون الكبار يجب ان نضيف الى قروفل يجب ان نجد الى قروفل المقروض تجد فيها بنت قروفن نضعه هكذا بركة تجي فيه الريحة بلا ما نديره فيه حاجة نحن نذكر ربع المغارفة عن الزبدة اللي كنت نحوهم نجيبو ندهنه بهم من فوق لازم ندهنه بالزبدة لا نكثروش مشين في الرعولة لان ندهنه بركة بالبنسو باش المقروض بتاعنا ما يجينش اشحب ويحت حمرنا ويجين فيه ذاك اللون الصفر الشباب هلا وميتشققش ما يفسدنش المقروض بتاعنا كما هكذا بعد ما شربناها كامل بالزبدة نضعها في الفور والفور يكون سخن مليح نقصه بعد ما طاب معي شوفوا هاوليكم بعد ما طاب معي نضعه 25 دقيقة نضعه البطة الحسيلة هذه تاكيلو ونضعه هكذا نضعه هكذا نضعه هكذا نضعه حسين لمدة ساعتين لمدة ساعتين ما المدة ساعتين هاوليكم بعد ما شرب شوفوا بعد ما شرب معنا كامل نبدأ نحيفه بالحبة هاوليكم وهنا بالحبة هاوليكم من نحيفه نضعه لكيسات هذا المترجم بحراء المينيوم ويقومون بحراء ألوميوم ن resembling من الألوقات ونحن الجديد من البرئة فهو تحب هذه القرفت ويقومون بحراء القرفت عن طريق القرفت رأيكم وينترتي ينجلس هذا الجديد ليست لديها يجب ان تفور حماية ملح الشيخ يتم تفوريه قد يسخن ايه يطرق ومثل ما يبس شوفوا الحجم حب شحل شوفوا الحجم شحل وشكرا وشغر هذا المقروض يقولون بقلوات سميت شوفوا ما تشرب معنا هذا المقروض شوفوا ما تشرب معنا حتى يخلص شوفوا ما تسمى لكم حبة شوفوا ما يبقى في خاطركم شوفوا ما تشرب معنا من الداخل شوفوا ما تشرب معنا من الداخل بيكربونات هي اللي تشرب من الداخل بيكربونات مشي خميرة هذا هو المقروض بتاعنا شاء الله يعجبكم شاهدكم في الجنة مع السلامة